بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الـ Trend حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون التركيز فيها أكتر على مباراة الجونة والأهلي هذه المباراة المؤجلة من الجولة التسعة من عمر مباريات الدوري العام مباراة مؤجلة منذ فترة طويلة بسبب ارتباطات الأهلي في البطولة الإفريقية لكن اليوم هو موعد هذه المباراة وهي المباراة المؤجلة الوحيدة من الدور الأول لكل فرق الدور العام مباراة الأهلي والجونة اللي هتتلاقي النهاردة في الجونة الساعة 9 مساء بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق ويفوز بالسلاس نقاط من أجل الاقتراب من مركز الصدارة في الدور العام في ظل اللي لسه كمان فيه مباراتين مؤجلتين للأهلي في الفترة اللي جاية حالة النهاردة فيها تفاصيل مهمة وهنتكلم على موضوع مهم جدا المتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين فرق الدور العام هل اتحاد الكورة هل جدول الدوري شاف المشاكل اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت ومشيين بنفس النظام السنة دي وفيه ضغط مباريات ومحدش يتعلم حاجة ولا حصل تعديل ده هنشوفه النهاردة من خلال موعيد وتواريخ هنسرد على حضراتكم بخصوص المرحلة الجاية بالنسبة للمباريات الأهلي للأهلي داخل على مفرمة مباريات مش عقول ضغط مطشط مفرمة مباريات وتوالي مباريات بشكل صعب جدا لكن أبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم مبادر كده عايزين لكل السادة المشاهدين يشاركوا معنا في الإجابة على السؤال اللي هنطرحوا توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الجونة الليلة وتوقعاتكم للنتيجة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقر الأخير هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم على توقعاتكم للتشكيل ونتيجة مباراة اليوم طيب بسرعة نروح لأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يواجه الجونة الليلة في الدوري وفي الترند المحلي مباراة مصر وملاوي بحضور 12 ألف مشجع بالأسكندرية وفي الترند العالمي رونالدو يواصل الغياب عن تدريبات منشستر يونيتد استعرض مباراة اليوم النهاردة في مباراتين لكن طبعا مع اختلاف المواسم النهاردة في مباراة مؤجلة في الجولة التاسعة من الدور العام مباراة الجونة والأهلي الساعة التاسعة من مساء اليوم هتتلاعب على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في الغرداء وفي نفس اليوم النهاردة الساعة ستة يعني بعض أقل من ساعة مباراة كأس مصر ودي مباراة دور الستة عشر بالنسبة للموسم الحالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وسموح يواجه فيها فريق قف الشيخ على ملعب نادي سموح طبعا كلنا عارفين ان لسه مباراة نهائي كأس العام الماضي بين الاهل والزمان اكتحدت لها رسميا يوم واحد وعشرين سبعة وهتستكمل مباراة دور السبتاشر لكأس مصر للموسم الحالي في شهر أغسطس المقبل أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة تريند تريند واللي عندنا فيها التفاصيل المهمة جدا وعنوان الفقرة دي الحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص ما بين أندية الدور العام أو تحديدا الأندية اللي بتنافس على صدارة الدور أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند الفقرة دي النهاردة هيكون عنوانها الحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص ما بين فرق الدوري العام وتحديدا الفرق اللي بتنافس على صدارة الدوري هل المبدأ موجود ولا مش موجود؟ هل فيه تكافؤ فرص ما بين الأهل والزمالك وبرامدز في المراحل الأخيرة من الدور العام ولا ما فيهش تكافؤ فرص إطلاقا في الفترة الحالية؟ دايما بسمع كده من بعض مسؤولي الأندية ما فيهش تكافؤ فرص ليه الفرق دي لعبة قبلية؟ ليه الفرق دي واخد راحة أكتر مني؟ لكن تيجي تبص عند النادي الأهلي ما بتلاقيش كلمة واحدة بتتكلم في المنطق دا ولا في المعيار دا رغم أن على فكرة المنطق دا والمعيار دا كان سبب رئيسي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي الأهلي خسر بسببها الدوري السنة اللي فاتت ومش هتكلم عن أمثلة كتيرة أنا هتكلم عن مباراة واحدة كانت مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي اتلعبت في المحلة اللي الأهلي خسرها بهدف مقابل لشيء رغم الأخطاء التحكمية للحكم محمد معروف وقتها لكن كلنا نتذكر أن وقتها المحلة لما لعب الأهلي كان لعب الأهلي هو واخد راحة أكتر من 14 يوم ولما لعب الأهلي لعب هو خلاص جاهز بدنيا وفنيا ونفسيا وكل حاجة ويقدر يعمل مباراة كبيرة مع الأهلي ويكسب ليه بفكر في المعيار دا وأنا اتكلمت عليه وقتها على فكرة أنا فاكر في رمضان اللي فات لالا قبليه كانت مباراة المحلة وطلعت هنا في قناة الأهلي وتكلمت على الفكرة دي مبدأ أن فكرة أن كل فرقة تلاعي فرقة المسافات وموعيد الراحة ما بين كل مطش والتانية مش متساوية خالص وتيجي تبص على باقي الفرقة تلاقي الموضوع مش معاها موجود مع الأهلي بس هل الأهلي بتعاقب عشان بيلعب كل سنة نهاية دورة أبطال إفريقيا نهاية كأس مصر بينافس على الدور الغات آخر مرحلة بيلعب كأس عالم أندية عنده أكتر لعيبة في المنتخبات الوطنية ما هو الأداء النتيجة والأداء فتعاقبني وتخليني ألعب مباريات دوري متلحقة بشكل متتالي وعدد الأيام ما بين كل مباراة والتانية ما فيهاش فير ولا فيها تساوى ما بيني وبين الفرق اللي بتنافس على الدوري لا إبا لازم نعمل سطوب هنا ونشوف الموقف ده ازاي يتعدل لنمش معقولة أجل سنة دي برضو هواجه نفس الأزمة بتاعت السنة اللي فاتت وما تتحلش طيب الأهلي لما لعب سموحة في استاد الأسكندرية وخسر بنتيجة 3-2 تتذكروا كده آخر مباراة سموحة لعبها في الدوري كانت إمتى قبل ما يلاعب الأهلي سموحة آخر مباراة لعبها قبل ما يواجه الأهلي كانت يوم 17-6 17-6 أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 واجه الأهلي إمتى يوم 29-6 يعني فرقة واخدراحة من 17-6 ل29-6 وفرقة تانية في الفترة الـ 12 يوم دي لعبة 3 مطشاط لعبة 3 مطشاط ومطشاط مع مين؟ زمالك برامدزي في الكاس فمباراتين قوياتين جداً على المستوى الفني وعلى المستوى البدني خد فيهم أو خدوا منك مخزون بدني كبير جداً فبالتالي قدي معيار ماتش سموحة الأهلي خسروا 3-2 وكان خسران 3-0 رغم أن الأهلي لعبة المباراة على المستوى الهجومي كبيرة جداً وضيع فرص كتيرة لكن برضو إضاعة الفرص الناس كم تسأل ليه الفرص دي كلها ضاعت؟ لو تبص على مدة الراحة ما بين مباراة سموحة والجونة وسموحة والأهلي والأهلي مع برامدز والزمالك ثم لقاءة سموحة فرق شاسع فطبيعي جداً اللعيبة لما تيجي تلعب مباراة زيديت لا فيه تركيز وفيه إجهات زهني وفيه إجهات بدني وفيه إجهات عضلي كل دي تفاصيل السنة دي في الدوري وده اللي حصل السنة اللي فاتت ومحدش واخد باله من التفاصيل دي اللي البعض ممكن يعتقد إنها تفاصيل صغيرة لكن والله العظيم في فرق بتبني عليها سنة كاملة مظلومية طب ده معيار تعالى معيار تاني مش بتكلم عن مباراة الجونة النهاردة على فكرة الجونة آخر مباراة لعبة مع المؤولين كان يوم 1-7 الأهلي لعب 2-7 وسافر عشان نلعب النهاردة 5-7 يعني حتى لعب بعد مطش الجونة والمؤولين بـ 24 ساعة مش لعبوا في نفس اليوم لكن ما علينا خذوا بالكم بقى من اللقطة اللي جاية دي لأن اللقطة اللي جاية دي تخلي الواحد يسأل ويطرح تساولات عديدة الأهل والزمالك يوم 21-7 21-7 طيب احسك كده من 28-6 لـ 21-7 بنتكلم في قد إيه حوالي 23 يوم 3 أسابيع وأكتر بيومين في الفترة دي الأهل هيلعب كم مباراة الأهل هيلعب خمس مباراة خمس مباراة 29-6 كانت مع سموحة قدامكم على الجدول هي مباراة الأهل حتى نهاية كأس مصر 29-6 أمام سموحة 2-7 أمام بتروجيت في نصف نهاية كأس مصر للموسم القديم اللي أحد الفرق كان طالب إن الكاس دي يرجع عشان يبقى فيه إجهاد للأهل فيه لعب مطشات أكتر ولعل لو عسى يمكن يخرج قدام بيرامدز لكن الأهل كسب بيرامدز وكسب بتروجيت وصل لفاينال الكاس لكن ضغط الأهل ولعب مطشات أكتر رغم أن تأجيل الكاس لكل الفترة دي ما كانش مسؤولية الأهل كانت مسؤولية الأستاذ أحمد مجاد اللي كان بيدير للاتحاد اللجنة الأحادية السنة اللي فاتت هيلعب مع الجونة النهاردة 5-7 هيلعب مع فيوتشر يوم 12-7 هيلعب مع بيرامدز 16-7 يعني خمس مباراة في ظرف حوالي 17 يوم ثم مباراة نهاية كأس مصر في اليوم الـ 22-21-7 طب المنافس اللي علعبنا يوم 21-7 نادي الزمالك منذ مباراة سيراميكا يوم 28-6 عنده مباراة إيه مطشين بس تخيلوا مطشين بس فيه انت كافوا الفرص هنا علعب نهاية كأس مصر ورا مضغوط 5-6 مطشات والفرقة التانية بتلعب مطشين بس طب ليه ما حطلوش مباراة كاس الموسم الحالي ما فيه فرقة النهاردة هتلعب في الكاس يعني ما كنا بنستعرض مباراة النهاردة لقينا النهاردة سموه هيلعب كفر الشيخ طب ليه إذا مالك مش هيلعب في فترة الإسبوعين دول مطش في الكاس إذا مالك من 28-6 لـ 12-7 14 يوم أجازة 14 يوم أجازة دي فرصة تعمل استشفى ترجع المصابين تعمل فترة إعداد تانية فترة إعداد تانية فـ 28-6 لعب سيراميكا في الدوري 12-7 هيلعب المقولين في الدوري 16-7 الزمالك وغزل المحلة وبعد كده 21-7 الأهل والزمالك في نهاية كاس مصر أي مبدأ تكافه فرص بنتكلم عليه أي مبدأ بيتكلم عن العدالة ما بينفرق الدوري العام بالجدول اللي احنا شايفينه ده على فكرة ده دي بس كده إيه يعني حاجات بسيطة وإحنا بنقل في جدول الدوري ده فيه تفاصيل تانية وفيه مطشط تانية هنتكلم عليه في الحلقات اللي جاية حتى في تعينات الحكام بكرة أكشف لكم على يعني كوارث في تعينات الحكام كوارث في تعينات الحكام يعني الحكام بيتعينه في مطشط كتير جدا لبعض الفرق كتير جدا بالعشرة والاثنشر مطش عدد الراحة والأجازة ما بين مباراوة تانية لفرق ممكن توصل لخمس ستة أيام واثنشر يوم والأهلي كل اتنين وسبعين ساعة مباراة هو أنا بتعاقب عشان بوصل النهاء إفريقيا بتعاقب عشان بمثل مصر وأفريقيا في كاس عالم أندية بتعاقب إن عندي أكتر لعيبة بتلعب في المنتخبات الوطنية السنة اللي فاتت الآن اللي خسرت دوري سبب المعيار ده المطشط متلاحقة المطشط متتالية ما فيش راحة ما بين المطشو والتانية على الأقل 4-5 تيام لا اضغط 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 المطشط كلها رابعة ده من 8-26 لـ21-7 هلعب 6 مطشط والمنافس بيلعب 3 مباراة عنده 14 يوم أجازة ليه ما لعبش مباراة الكاس مع الإسماعيلي ما عنده مباراة مع الإسماعيلي في كاس مصر هو الإسماعيلي مثلا النهاردة بيلعب فيه الرابطة طب الإسماعيلي النهاردة بيلعب فيه الرابطة وصل ليه مرحلة التالت والرابع ما وصلش الفاينال هيلعب يوم 7-7 يوم الخميس بس من 7-7 لـ21-7 فيه خمس أيام هل ما كانش مفروض يتحط مباراة الزماني والإسماعيلي في الكاس؟ هل كان المفروض مباراة الربطة اللي ما لهاش دور ولا تفصيلة في مسألة المشاركة الإفريقية هي دورة ودية هل مش كان الأفضل تتأجل لبعد مباراة الدوري؟ هل نأجل فترة الدوري والكاس في الفترة دي أسبوعين ونضغط الأهل بمباراة محلية مقابل أن فرقة تانية تريح فلما تيجع على نهاية كاس مصر تبقى واخدم ساحة زمنية جيدة قبل ما تلعب الأهل ما هو لما نيجي نتكلم في الأمور الفنية ولما نيجي نتكلم في مسال الاستعداد الخاصة بالأهل والإصابات العضلية وعدم ظهور اللاعبين بشكل جيد لازم برضو نحط أسباب هل ده من السبب الرئيسي؟ أنا شايفه سبب رئيسي وجوهري في الأداء والنتاج اللي احنا شايفينها لفترة الأخيرة بس مع ذلك محدش واخد باله من التفاصيل ديت محدش مركز في التفاصيل دي فرقة من تمانية وعشر ستة لتناشر سبعة أجازة أجازة ليه؟ هي مثلا لعبت في الدوري سبعة وعشرين تمانية وعشرين ماتش ولسه فرق الدوري لسه بتلعب لتنين وعشرين تلاتة وعشرين ماتش ما كله لعب زي بعضه ايه المشكلة ما كانت تلعب مباراة في الفترة الحالية ايه المشكلة كنت تلعب الزمانيك والإسماعيلي في الكاس مباراة الرابطة اقامتها في التوقيت الحالي أضرت الأهل على المدى البعيد بالنسبة ليه ضغط الماتشاط في الفترة اللي جاي حتى بيرامدز نفسه يعني حتى بيرامدز مش بيلعب فيه مباراة الرابطة برضو واخد مساحة زمنية وفترة راحة قبل ما يواجه الآلي يوم كام يا جماعة يوم ستتاشر سبعة نفس الفترة الزمنية اللي واخدها الزمانيك بيرامدز واخدها بعدد أيام أكتر بقى مش 14 يوم بس بنتكلم في 8-9 أيام نفس الفترة فكل ما هتلاقي فرقة هتلاعب الأهلي هتلاقي الراحة الزمنية ليها أكتر من فرقة الأهلي وتيجي تبص على الماتش وتحلل الماتش ساعتها بقى أصل المدير الفني الجديد لسه ما قراش اللعيبة ومش فاهم إمكانيات اللعيبة أصل اللعيبة مستواها البدني والفني مش كويس أصل فرقة الأهلي مجهدة تم تبصوا على جدول الدوري شوفوا اللي بيعمل الجدول ده بيعمل إيه اللي ضاهت الأهلي بالشكل ده ضغطه إزاي الفرق المنافسة لينا واخدر رحضي كلها إيه أدين اتكلمت في آخر 15 يوم بس لا رجعت لشهر 4 و 5 اللي فات ولا لسه دخلت في شهر 8 اللي جاي لأن لسه فيه كلام كتير فيه الفترة اللي جاية على ضغط المتشاط لأن نفس الأزمة دي اللي خسرت الأهلي الدوري السنة اللي فاتت بتتقرر السنة دي بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الأهلي إزاي بيستعد لمباراة الجونة ونتطمن على الفريق اللي سافر بالأمس إلى الغرداء ودخل معسكر 24 ساعة استعدادة لمباراة اليوم المؤجلة من الجولة التسعة في الدوري العام أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الجونة والأهلي طبعاً للكل مبارح شاف الإعلان الرسمي من اتحاد القرى لتقم تحكيم مباراة الجونة والأهلي مباراة كلاب على استد خالد بشارة بالجونة النهاردة الساعة التاسعة مساء بإذن الله على ملعب الجونة في الغرداء وتقم التحكيم العدير هذه المباراة محمد عادل حكم مساحة مساعد أول سمير جمال مساعد تاني هاني خيري حكم رابع أسامة إسماعيل حكم فيديو علاء صبري مساعد حكم فيديو مصطفى عطية محمد عادل أضر للأهل السنة دي مباراتين فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 وفاز الأهلي على الزمالك بفرق هدفين فكنت المباراة الشهيرة فرق هدفين اللي انتهت بفوز الأهلي 5-3 علاء صبري أضر السنة دي 6 مباريات علاء صبري حكم تقنية فيديو منهم مباراتين للجونة منهم مباراتين للجونة لم يدير أي مباراة للأهلي لكن سبق ليه قبل كده تواجد فيه مباراة للأهلي مرتين في تقنية الفيديو والنهاردة عتكون المرة الثالثة علاء صبري في تقنية الفيديو مع النادي الأهلي أمام الجونة طيب ده تقم تحكيم مباراة اليوم وعودة من جديد للكابتن محمد عادل يدير مباراة الجونة والأهلي طيب تفاصيل أكتر بقى عن استعداد الأهلي والقيمة اللي اختارها بالتأكيد المدير الفني ريكاردو سوارش المدير الفني البرتغالي للنادي الأهلي أروح مباشرة إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي في الجونة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناة الأهلي وزي ما انتوا شايفين طالما رحنا الجونة والغرداء والبحر الأحمر الصورة اللي انتوا شايفينها على الشاشة بقى البحر والصورة اللي انتوا شايفينها طيب أروح لفاروق بسرعة فاروق مساء الخير عليك وتحياتي ليك وأولا عايز أعرف منك بقى الأجواء عندك في الجونة وانت بالتأكيد يعني مختارين فيو مميز جدا الجو عامل إيه عندك الرطوبة هالعالية ولا لأ وآخر أخبار فريق النادي الأهلي كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا محمد مباراة في غاية الآمية هي مباراة الأهلي والجونة المباراة المؤجلة من الجولة التسعى للدوري المصري الممتاز تفاصيل كتير طبعا يا محمد هنتكلم فيها بخصوص هذه المباراة وتحضرات واستعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة لكن زي ما أنت قلت محمد أنت بتستعرض أسماء الحكام أن الكابتن محمد عادل وعودة من جديد بعد آخر مباراة اللي قدرها مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت في الدور الأول وانتهي بفوز النادي الأهلي بخمس أداف مقابل ثلاثة أداف ويا محمد يعني لأولاد من خلالك يسمح أن الكابتن سدعب حفيز كان معايا خلال مباراة الأهلي وفريق بيرامدز اللي كانت في دور الثمانية في كأس مصر يعني قبل مباراة الجونة بمباراة لمباراة بترو جيت تساءل للكابتن عصام عفتاح عن عدم تواجد الكابتن محمد عادل يعني كحاكم للنادي الأهلي منذ هذه المباراة سريعاً الكابتن عصام عفتاح النهاردة يكون حاكم اللقاء محمد عادل تأخذ يا محمد النقطة دي هيكون لك أنت حديث عنها لكن خليني يقفل باب الحكام وأكلمك بقى على استعدادات تفريق النادي الأهلي وطبعاً المراني الأخير للأهلي بالأمس كان على ملعب مختار تيتش القائمة الخاصة للنادي الأهلي بذية المباراة اكتهادات كتير يا محمد وكلام كتير أثير على السوشيال ميديا خاص بخروج بعض اللاعبين طبعاً من قائمة النادي الأهلي المباراة طبعاً أبرز عزيل أسماء ياسر إبراهيم حسين الشحات محمد عبد المنعم طبعاً التلاتة اللي كان اشتركوا أو شاركوا فيه مباراة بترو جيت طبعاً محمد حسين الشحات كان اشتكى من ألام في الركبة عقب مباراة الأهلي وبترو جيت وبعد الإجراء الكاشف الطب عليه من قبل الدكتور أحمد أبو عبلا فضل أنه يعني يجري جلسات طبية وجلسات ألاك طبيعي وبالتالي حسين الشحات ما نزلش التدريبات النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين وبالتالي طبيعي جداً يا محمد أنه يكون خارج قائمة المباراة طبعاً ليه وجود لسه مزالة الألام في الركبة حمد عبد المنعم طبعاً اللي تراكم الإنذارات وغيابه عن هذه المباراة أيضاً ياسر إبراهيم اللي كان شعر بشد خفيف في العضل ودكتور أحمد أبو عبلا أثناء مباراة الأهلي وبترو جيت فضل أنه يخرج ياسر إبراهيم عشان يتطمن عليه والإصابة ما تتفقمش قدر برضو ياسر إبراهيم أنه يجري جلسات تأهيلية خلال الفترة الماضية واستمر في البرنامج التأهيل ثم طبعاً بقى محمد اللعبين وتوافد أو قدوم الأهلي إلى الجونة أعيز أقول لك أن درجة الحرارة هنا محمد تتكلم في 36 أو 37 درجة مقوية في ارتفاع طبعاً محمد تعرف في نسبة الرطوبة هنا في الجونة وطبعاً مع توقيت المباراة اللي يكون في تمام الساعة التاسعة على ملعب خالد بشارة محمد ده واحد من الملاب اللي أنت عارف أنه بقى تميز بطيارات الهواء في كل أوقات العام واحد من الملعب اللي بيبقى فيه صعوبة شوية لكن لعبة النادلالي إن شاء الله قادرين على التعامل مع هذه المباراة بظروفة بأجواءها خليني برضو أكد لك أنا على الاستئبال والأستئبال اللي بقى النادلالي ممنزبة طيارات الهواء فروق ممنزبة طيارات الهواء ملعب الجونة كان دايماً يتقال لك أصل المرمة اللي على عيدك الشمال لو قفلت باب اللي ستد وراه مش هكلاقي فيه طهير هواء داخل إنهو طهير الهواء بياخد الكرة في الاتجاه المعاكس لو أنت بتلعب في المرمة اللي هو على المين المأصورة وبتهاجم على الفريق اللي هو على شمال المأصورة فيه باب للملعب خلف المرمى اللي على شمال المقصورة بقول لك الباب ده لو كنت قفلته بيمنع طيار الهواء كلام ده كان بيتقال دايما في ملعب الجونة فما عرفش بقى بعد التطور اللي حصل في الملعب وإضاءة فيه أضواء كاشفة حاليا دلوقتي فيه الملعب هالنفس لسه التفاصيل دي موجودة ولا كده اختلفت تعالف سنة كاملة الأهل اللعب ناكب بطولة إفريقيا عام 2013 ففيه خبرات كتير قوي في مسألة اللعب في ملعب الجونة بالضبط يا محمد دي نقطة الأهم طبعا نتعارف ان الباب ده بالتحديد بيتم فتحه أثناء المباراة يعني أنا آخر مبارا للنادر آلي كانت هنا في الجونة طبعا الباب كان طبعا بيفضل بيبقى مفتوح يعني بيجي من خلاله طائرات هوا جديدة جدا طبعا فيه تطوير تم على ملعب خالد بشارة نتمنى طبعا ان يكون الأمر بقى أفضل في هذه المباراة طبعا انتعارف ان ايضا فريق الجونة في موقف صعب جدا يعني في موقف متأزم مع فريق المقولون العرب مع الاسماعيلي مع المقصة مع فريق الشرقية للدخان فيه موقف صعب جدا طبعا أقوال كتير جدا بتقال على رحيل الجهاز الفني واعتقد ده أمر بيزيد من صعوبة اللقاء ومن دوافع لعبي والجهاز الفني الفريق الجونة في هذه المباراة مستر ريكاردوس واريش النهاردة طبعا محمد لو بنتكلم على كواليس اليوم اللعبون تناول وجبة الافطار في تمام الساعة الحديثة عشر صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة عقب وجبة الغداء كانت اجتماع أو جلسة جامعة نبين مستر ريكاردوس واريش وجهازه المعاون بالكامل والكابتن سادعب حفيز والكابتن سامي أمصان للحديث طبعا رؤول فريا مطور الأداء والويس بريرا محل الأداء النادلالي ليهم قدر كبير جدا من الحديث مع مستر ريكاردوس واريش وهذه الجلسة العرضة طبعا الفيديوهات والأمور الخاصة بطريق لعب فريق الجونة لكن يعني عقب الجلسة طبعا جلسات سنائية طبعا محمد بتجمع ما بين اللعبين شوف الكابتن الشناو مع محمود متولي محمد شريف مع محمد مجد أفشا الروح المهمة جدا يعني بنلمسة من الكابتن وليد سليمان مع الكابتن أيمن أشرف وروح مهمة جدا ومميزة جدا ورامر ربيعة من خلالها محمد احنا بنشوف نعكاسات على وجوه لعب للنادلالي إن شاء الله محمد أبشارك وطمن كل جمهير النادلالي لعبت النادلالي في كامل تركيزها في هذه المباراة عارفين قيمة المباراة وعارفين إن هي واحدة من أهم المباراة في مشوار النادلالي هذا الموسم طيب الجهاز الفن بقيادة ريكاردو سوارش هل بيهتم بالمحاضرات النظرية فاروق مدة المحاضرة بتاخد وقت انباري عمل محاضرة لما وصل النهاردة عمل محاضرة أو اتنين هل يوم المباراة بيعمل تدريب خفيف للعب الصبح ولا يعني استراتيجية شغله مع الفرق بما أنك موجود في آخر مباراتين مع النادلالي شايفها إزاي خلينا أقول لك محمد يعني في الأمر ده نتكلم في نقطتين أو تلت نقاط النقطة الأولينية لأول مرة من فترة طويلة محمد تشوف جدول تدريبي زمني للنادلالي بيحدد لمدة أسبوع أو عشر تيام خلال الفترة الأخيرة يعني كان دايما خلال الفترة الأخيرة طبعا أنت عارف التدريب بيتم تحديد معادة تدريب عقب المران لكن لأول مرة مع وجود ما طبعا مستر ريكاردو سوارش أنت بتحدد الجدول الزمن التدريبي لفريق لمدة أسبوع أو لمدة عشر تيام المحاضرات النظرية المحاضرة تقدر تقولي النهاردة هتكون في تمام الساعة السابعة إلا ربع مستر ريكاردو سوارش وقت المحاضرة حواليها محمد بتكلم في ربع ساعة يعني خمستاشر دية ده طبعا وقت نقدر أقل من فترات سابقة للنادلالي هو مش من المدربين اللي بيميل للكلام الكتير في المحاضرات محمد والكلام النظري هو بيميل أكتر للنحية العملية تفاصيل بسيطة بيركز فيها طبعا مع رؤول فريا وأنا بتكلم على رؤول فريا محمد لأنه هو مختص بتطوير أداء والنقطة دي محمد أنا عايز أوضح نقطة مهمة إحنا عندنا فيه محل الأداء ومطور الأداء لويس بريرا محل الأداء ده بيحل الأداء الفرق اللي بيواجهها النادلالي رؤول فريا مطور الأداء ده بيشتغل على لعب النادلالي يشوف الإيجابيات السلبيات إنه أصل عند اللاعبين وبالتالي مستر ريكاردو سواريش بيميل شغله أكتر للنحية العملية للجانب العملي طبعا يوم المباراة ما فيش تدريب خفيف يا محمد لا بيكتفي فقط بالمحاضرة اللي بيكون قبل التوجه إلى ملعب المباراة دقيق جدا يا محمد مستر ريكاردو سواريش في كل التفاصيل يعني بنشوفه بماشي بالورقة والألم بيسجل كل حاجة بيسجل الانطبعات التفاصيل وقف في أرض الملعب أيضا مع ورقة والألم بيسجل كل التفاصيل طبعا جاس فاني نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله بداية تكون مبشرة وموفقة ليه في مشواره مع النادي الأهل بإذن الله كل التوفيق ليك يا فاروق والطاقم العمل وكل التوفيق رب للأهل النهاردة في الخروج بنتيجة إيجابية والسلسة نقاط من الغرداء بإذن الله والعودة من الجونة شكرا لك فاروق صلاح مفدى قناة الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي وإيه اللي اتكتب عن الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الأهلي ترند الأهلي هنشوف اللي اتكتب عن الأهلي في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة وأول حاجة معنا حساب كورا بلس حساب كورا بلس على تويتر بيكلموا على التشكيل المتوقع للأهلي اللي يواجه بيه الجونة النهاردة في ظل أن فيه غيابات محمد عبد المنعي مش موجود حسين الشحات مش موجود ياسر إبراهيم أيضا كمان خرج من القيمة بسبب الإصابة لكن كورا بلس بيتوقع أن صلاح محسن هيبدأ على حساب حسين الشحات والتشكيل يبدأ بيه الشناو في حراسة المرمى هاني رامي ربيع أيمن أشرف علي معلول عمر السلية وحمدي فتحي محمد مجد أفشا طاهر محمد طاهر صلاح محسن ومحمد شريف ده التشكيل المتوقع اللي نشرته كورا بلس النهاردة على حسابها على تويتر يلا كورا من خلال المصدر ليلا كورا وحساب يلا كورا على تويتر أيضا الأهل يكسف جهوده لمنح سوارش تصريح مزولة المهنة كلنا عارفين فيه تصريح مزولة مهنة لأي مدرب أجنبي بيجي يشتغل في مصر لكن طبعا لسه العقد موقع وفي حاوز الشركة الكورا ولسه بيتم توصيقه في الفترة الحالية وأول ما يكون فيه نسخة بيتم إرسالها للتحاد الكورا على طول بتبعتها لنقابة المهنة الرياضية عشان ياخد المدرب الأجنبي الترخيص الخاص بمزولة المهنة ده عرف دايما بيحصل مع كل المدربين الأجانب في السنوات الأخيرة ففيه تكسيف للجهود من قبل الأهل لاستخراج الرخصة بالنسبة للمدرب في الفترة اللي جاي مش رخص التدريب الراجل معه رخصة بروفيشنال ومعه رخص تدريبية مميزة هو ومساعدي واتحاد الكورا بالتأكيد بيعتمدها وده بيبقى موجود فيه ملف الترخيص الخاص بالنادي عشان المشاركة الإفريقية لكن ده أمر تاني لإعلاقة بالشق القانوني ليه عمل الأجانب في الكورا المصرية في السنوات الأخيرة طيب الوطن الرياضي ومن خلال حساب الوطن سبورت على الفيسبوك فيه تقرير طبي أو على حسب ما ادعت الصفحة الرسمية للوطن على الفيسبوك لأن أنا لازم أقول ادعت لأن التقرير الطبي ده ما خرقش في شكل رسمي من النادي ولا حد تتكلم فيه أصلا قبل كده لكن صفحة الوطن النهاردة ادعت وقالت أن التقرير الطبي الخاص باللعب محمد محمود يعجل برحيله عن النادي الأهلي المصدر قال ودعا عهدت الوطن أن البرتغالي ريكاردو سواريش اطلع على تقرير الطبي لمحمد محمود وتبين من خلاله تغيبه عن المشاركة في الصفوف الفريق آخر أربع سنوات بسبب قسرة الإصابات في المقابل نفس المصدر قال أن سواريش أشاد بخدمات محمد محمود وسيمنعه فرصة المشاركة خلال الفترة القليلة للنقبلة ولكن في نفس الوقت بيدرس بشكل كبير إعارة اللاعب في نهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة أساسياً والوقوف على مستوات تلات معلومات عكس بعض تلات معلومات عكس بعض الرجل شاف التقرير الطبي فالتقرير الطبي يعجل برحيله في المقابل الرجل شايف أن محمد محمود محتاج فرصة فهيديله الفرصة لفترة الجاية عشان يشارك في المباراة وفي نفس ذات الوقت الرجل شايف أن هو بعيد عن مستوى فبيفكر في أعارضه عارفين يعني منين راح جيه إزاي يعني التلاتة عكس بعض عموماً الفترة الجاية هنشوف بعد ما يتم حسم مشوار الدور بنسبة كبيرة هتبقى فيه فرصة لمشاركة عدد من العيبة قبل ما تاخد فيها قرار نهائي مع نهاية الموسم طيب حساب اليوم السابع ويتكلموا على بيرس التاو صفحة الرسمية اليوم السابع على فيسبوك قالوا أن بيرس التاو ينتظم في تدريبات الأهلي بعد 15 يوم بسبب المزء اللي اتعرض له فيه العضلة الأمامية طيب ده خبر بالنسبة ليه اليوم السابع طيب كورا إليفن راح في إطار تاني متعلق بالأجالب الموجودين في الأهلي حساب الرسمي لكورا إليفن على تويتر قالوا أن الأهلي يحاول التخلص من صفقات موسماني التي أصبحت عب على الفريق والاستفادة منهم في صفقة تبادلية لتدعمات الموسم القادم الأيام بنا وخلينا فاكرين المانشت ده أو البوست ده عشان نعرف وقتها مين اللي كان بيتكلم صح ومين اللي كان بيحاول يضرب أي أخبار على السوشيال ميديا الحساب الرسمي لسبورت الـ 362 المصرية بيكلم عدد النقاط الأكبر في موسم واحد مين أكتر فرق في الدوري خادت الدوري بعدد نقاط أكبر التفوق كالعادة أهلاوي طيب الأهلي في 2017 فاز بالدوري وعمل 84 نقطة الزمالك في 2015 كان فاز بالدوري وحقق 87 نقطة لكن الأهلي في 2018 زاد بالرقم ده ووصل لـ 88 نقطة وفي الموسم الماضي 2020 فاز بالدوري بـ 89 نقطة عشان يكون ده رقم قياسي ما فيش أي فرقة في الدوري المصري حققته قبل كده 2020 ده أعلى الموسم قبل ما عليش يا جماعة الموسم دخل في بعضها يعني أنا في 2021-2022 ده الموسم اللي هو قبل الماضي فاز بالدوري وحقق 89 نقطة حتى الأهلي لما فاز بالدوري السنة اللي فاتت موصلش لـ 89 نقطة فبالتالي أرقام قياسية لصالح النادي الأهلي في السنوات الأخيرة عدد الفوز بالدوري عدد الأعلى رصيدا من النقاط عدد الفوز بالكاس دوري أبطال إفريقيا لما تيجي الدول على رقم واحد هتلاقيه دايما هو النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند عشان وقتنا نجري بسرعة في الأخبار ونروح للترند المحلي أول حاجة حساب في الجول بيتكلم على مباراة مصر وملاوي رسميا اتحاد القرى أعلن أن مباراة مصر وملاوي هتتلاعب في تصفيات أمم إفريقيا بحضور الجمهور بالساعة الكاملة في استاد اسكندرية خلال شهر 9 المقبل ده إعلان رسم من اتحاد القرى بعد الحصول على الموافقات الأمنية بالساعة الكاملة في استاد الأسكندرية لكن المباراة هتتلاعب في معادها أجندة شهر 9 هتكون في معادها في الفترة من 19 إلى 27 تسعة كل الكلام ده لسه مش مؤكد لأن في طلب من بعض المنتخبات التي تقاهلت لكاس العالم أنها تستغل أجندة شهر 9 تلعب مباراة ودية وتؤجل المباراة الرسمية في تصفيات كاس الأمم المؤهلة القدفور إلى أجندة مارس في 20-23 فلو مباراة ملاوي ما تلعبتش وتصفيات رسمية شهر 9 تبقى أجندة ومباراة ودية وأتمنى اتحاد القرى من دلوقتي يعمل بلان بي ويخطط لي الجزء ده قرى بلس النهاردة خط تصريح مهم جدا لرئيس رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب واللي قال في هذا التصريح لم يحدث خطأ تحكيمي حاد أو مؤثر هذا الموسم حتى الآن وأنا بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد نتمنى أن ما يكونش فيه أحداث مؤسرة أو أخطاء مؤسرة ولكن لو كلاتنبرجي اشتغل الموسم الحالي ويعصام عبد الفتاح كمل بسبب رغبة جمال علام أعتقد هتكون فيه كوارث تحكمية وهتكون فيه أخطاء مؤسرة في الفتر اللي جاية أتمنى أن يكون فيه قرار عاجل بخصوص رئيس اللجنة خلال الساعات اللي جاية وللسوص جمال علام يكون فيه ديمقراطية في اتخاذ القرار على طولة مجلس إدارة اتحاد كرة القدر طيب حسابي على القرى بيتكلم عن أن اتحاد القرى بيعلن صرف مستحقات فبراير ومارس للحكام آخر خمس شهور فيه فلوس مستحقات كثيرة جدا للحكام لم تصرف لكن هيتم صرفه مرتبات فبراير ومارس طيب حساب اتحاد القرى النهاردة نشر طاقم التحكم الأسمان اللي هيدير مباراة نهائي كأس الربطة ما بين فيوتشر وغزل المحلة أنا الأمر بالنسبالي غريب شوية لأن فجأة بالأمس أعلنوا أن فيه طاقم تحكم أجنبها هيدير نهائي كأس الربطة والنهاردة صبح اتحاد القرى نشر أسماء الحكام هل ده معناه أن تم التفاوض على الأمر ده من فترة بس ما أعلنوا شغل لما جات الموافقة ولا الأمر ده تم مبارح فالنهاردة اتحاد القرى جاب الأسماء مباشرة لأنه ده عايز أحطه في مقارنة مع طلبات الأهل لما بيطلب حكام أجانب في الفترة الأخيرة الآدها من كده كمان لو نبص على طاقم تحكيم هذه المباراة المباراة هيديرها خصص جيل منزانو حكم ساحة الحكم ده في القايمة الدولية لأسبانيا أعلى من الحكم اللي جي أدار مباراة الأهل والزمالك هل تتخيلوا أن الطاقم الأسباني اللي جي في مطش الأهل والزمالك بالمستوى الرائع اللي ظهر الطاقم ده أعلى منه حكم الساحة ده دولي من 2014 حكم الساحة اللي جي في مباراة الأهل والزمالك كان دولي من 2019 شوفوا المقارنة وشوفوا الاختيار وأهمية الاختيار لمباراة في كأس الربطة ولما النادي الأهل بيطلب طاقم تحكيم وبالمناسبة مطش الأهل وبيرامد جمس 16 سبعة الأهل طلب كمان طاقم تحكيم أجنبي يدير هذه المباراة هنشوف اتحاد الكورة ولجنة الحكام هتجيب مين في هذه المباراة وأيضا كمان مباراة الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر طيب نروح ليه المشاركات والسالطة رحناه في بداية الحلقة عايز عرف رأيكم في التشكيل المتوقع والنتيجة كام كام أستاذ أحمد هاني بيقول فوز الأهلي 0-2 لكنه لم يتوقع التشكيل أستاذ محمد مصطفى بيقول الشناوي علي معلول أيمن أشرف رامي ربيعة محمد هاني السلية أليو ديانج طاهر محمد طاهر أفشا وي صلاحة محسن محمد شريف وتوقع 0-3 للأهلي إن شاء الله أستاذ مصطفى بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد إن شاء الله تشكيل الأهلي هيكون محمد الشناوي معلول أيمن ربيعة هاني السلية ديانج طاهر أفشا محسن محمد شريف إن شاء الله النصر للأهلي فهو توقع فوز الأهلي لكنه لم يتوقع النتيجة الحج محمود ده شرقاوي بيقول مساء الخير عليك مساء الخير يا فندم بيقول الشناوي رامي أيمن كريم فؤاد وعلي معلول السلية ديانج أفشا طاهر صلاح شريف وإن شاء الله الفوز للأهلي واضح إن النتيجة مش فرقة مع الناس كتير الناس عايزة السلاس نقاطه بس أستاذ عبد الرحمن محمود بيقول الشناوي محمد هاني ياسر إبراهيم عبد المنعم مش موجود النهاردة أستاذ عبد الرحمن عبد المنعم برى القيمة علي معلول السلية حمد فتحي طاهر أفشا صلاح محسن ومحمد شريف طب دي توقعات كل السادة المشاهدين والمشاركين معنا النهاردة في الإجابة على السؤال اللي طرحناه في بداية الحالة نتمنى يا رب يكون تشكيل موفق في مباراة اليوم أيا كان اللعيبة اللي هتبدأ المباراة النهاردة المهم في الفترة الحالية هي السلاس نقاط في ظل زي ما كنت بتكلم في بداية الموسم في ضغط مطشط كتير جدا في الفترة الحالية وبالتالي أهم حاجة الفترة الحالية هي السلاس نقاط أهم حاجة الفترة الحالية تضييق فرق النقاط مع الزمالك وبيراميدز فرق المباراة المؤجلة لو فزت بيها مع عدد النقاط اللي عندك دلوقتي مع الزمالك هتقدر تتفوق بفارق نوطتين فلذلك مباريات الدوري كلها مباريات كوس في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا